السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأريكم كيف تعملون هذا التأثير في Blender في Geometry Node يمكن عمله بسهولة في Particle System وهذا ما اعتمدته في الفيلم الخاص بالAnimation الذي عملته من عدة أشهر لكن الآن سنعمله في Geometry Node أحذف هذا المكعب ثم أضغف Shift A وأضغف Mesh Sphere UV لا بأس بهذا الحجم إلى الآن ربما أكبره بعد الشيء ثم أأتي إلى Geometry Node مباشرة أضغط New ثم أأتي وأضيف بعض البارتكول لكن ليس على السطح في وسط هذا الحجم لذلك سأضغط Shift A ثم أأتي إلى Point Distribute Point in Volume لكن تلاحظ أنها لا شيء وذلك بسبب أن يجب أن نحولها إلى Volume أولا Shift A ثم أأتي إلى Mesh to Volume أضعها هنا ثم بعد ذلك سأحظون أن النقاط ظهرت بحيث نحولها إلى Volume ثم Distribute Point in Volume ثم Shift A مباشرة ونأتي إلى Instances ثم Instance on Point نضغط Shift A ثم نأتي إلى Mesh Primitive ثم نضيف Icosphere نتركها في الأعدادات الافتراضية أعدادة Subdivision لكن هنا ربما نقصها إلى 6.1 ثم نضعها هنا الآن وتلاحظون أن كل شيء تحول إلى هذا الشيء أأتي وأضغط مباشرة Shift A ثم أأتي إلى هنا وأضغط Set ثم تأتي Set Shades Mode أضعها هنا وتحول إلى هذه حاليا ليس هناك أي Animation بكل تأكيد نبدأ مباشرة بعمل Animation أأتي إلى هنا ثم أضغط Shift A ثم أأتي إلى Instance ثم أأتي إلى Translate Instances تحريك الإنستنسيس ثم أضغط Shift A مباشرة ثم أأتي إلى Noise هنا Noise Texture وأضع هذه مباشرة هنا في Translate Instances تحولت هذه إلى 4D وبدأت أحرك ال-Y تلاحظون نتيجة لا أريد هذه الحركة المتناوبة السريعة جدا لذلك سأخفض Detail إلى الصفر والRoughness إلى الصفر وأبقي على هذا ربما واحد أو تنين ثم الآن إذا ضغط Shift وحركت ببساطة تلاحظون أنها جيدة إلى حد ما ربما هذا إلى واحد نعم هذا أفضل تلاحظون أنها تحركت بعض الشيء وهذا بسبب أنها يجب أن ننقص 0.5 على كل المحاول لذلك أأتي إلى هنا وأضغط Vector Math ثم أنقص 0.5 نقص 0.5 ثم بعد ذلك أزيد في قوة الحركة عن طريق Multiply وربما أجعلها في عشرة ثم أضغط Shift وأحرك هذا وتلاحظون أنها تتحرك بعشوائية تامة وفي إتجاهات كثيرة جدا لكني لا أريدها أن تتحرك كذلك بنفس السرعة لأنها حاليا تتحرك بنفس السرعة لذلك أضيف هنا Vector لا أضربها في عشرة ولكن كل إنستانس من هذه سأضربه في قيمة مختلفة عن طريق استخدام Random Value أأتي بها إلى هنا ثم أجعلها ليس من السيطر لأن البعض سوف لن يتحرك أبدا أجعله ربما من عشرة إلى ثلاثين وهذا سيكون أفضل نضغط Shift الآن وبدأت أحرك هنا تلاحظون أنها تتحرك بسرعة شديدة وكل واحدة تتحرك بسرعتها الخاصة لذلك أريد أن أتحكم في هذا الـW عن طريق هذا الشيء الذي يدعى Time شيء Time Time scene Time frame هنا نفس النود أضع هذا هنا إذا ضغطت Play الآن تلاحظون أنها سريعة جدا Shift A أو أتي إلى هذه مباشرة وأضغط Control نجمة أو Control زائد أو Control ناقص حتى تطلع لك هذه لا أعلم أين كنت لأنني قطعت لكن أظن أني كنت سأقسم هذه حتى أخفف من سرعة الحركة أتي إلى هنا Multiply وأجعلها ربما عشرة أوه لا تزال سريع أوه Multiply نعم Divide أظن أنها هذه السرعة التي أريدها عدل Frame 15 أظن أني أحتاج إلى 100 مثلا لأنها في نهاية مطابس ستعرض بـ 24 وليس 15 لذلك ستكون أسرع من هذا أظن أني سأجعلها في النهاية 75 ثم الآن لم يبقى إلا أن نجعل هذا Loop Pin Animation seamless بحيث أنه إذا وصل إلى 150 ويعود إلى السفر لا يتقطع بذلك تعمل فيديو واحد ثم تلسقه في بعضه فيكون عندك ساعة من هذا الشيء من دون أي مشكلة الأمر بسيط جدا ننسخ هذا Ctrl Shift D Ctrl هو للحفاظ على الرباط ثم أأتي إلى هنا وضغط Shift A Color Mix Color تغير وصار شيء جميل جدا سراحة أي أنك تغير بين Color وVector وFloat رائع جدا ثم أأتي إلى هذا وأجعله هنا ثم بعد ذلك أجعله صفر هنا في الفاقت بحيث أخذ هذا فقط ثم أأتي إلى الفريم رقم صفر وليس واحد ثم أضغط I ثم أأتي إلى الفريم رقم 150 أجعله واحد وأضغط I لن يحدث الشيء سيكون ليس seamless تلاحظون ذلك حتى نعدل بعض الشيء هنا يجب على لما يصل هذا إلى 150 أن يكون هذا سفر أن يكون هذا الذي يدخل هنا في ال W سفر كيف نحسب ذلك الأمر ساعد جدا 150 على 75 يساوي 2 إذن إذا أنقصنا 2 من هنا فساعد سيصير سفر أمر بسيط جدا Shift D Substract 2 انتهى seamless 140 أو ليس seamless وذلك لأنه لا أدري لماذا أظن أني أغفلت شيء ما نعم أغفلت شيء كبير جدا وهو أن أربط هذا هنا هذا غباء كبير من نوع نادر صراحة ماذا الغباء إذن أربط هذا هنا تلاحظون النتيجة هذا لأن هذا كذلك انتقل إلى هنا لما ربطت هذا إلى هنا انتقل هذا أوتوماتيكيا إلى الأسفل نعم الآن الأخيرة أعيدكم بأنه لن يحدث أي شيء تلاحظون أنك لا تفرق بين الفريم الأخيرة والأولى وهذا seamless بإمكانك أن تستخرج الآن 150 فريم ثم تذهب إلى أي برنامج من برامج تعديل الصور ثم تنسقها في بعضها فلا ينتبه أحد إلى أنها مجرد 150 فريم هذا كل شيء بالمناسبة إذا أعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وكل الأمور المفيدة لهذه القناة إن شئت تعليق مثلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته